اشتركوا في القناة وإلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم ومبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسأ الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم الصالح والعمل العلم النافع والعمل الصالح ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح مسلم رحمه الله تعالى وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام قال الإيمان المسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول أنه سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل أجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله باب بيان الصلاوات التي أحد أركان الإسلام وذكر في الحديث الصلاة والصيام والزكاة ومن المعلوم أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين ولذلك قال الإمام النووي باب بيان الصلاوات التي أحد أركان الإسلام قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة وذكر هنا ذكر اسمه السداسي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي لأنه فيما بعد هذا أول وروده هذا أول وروده في هذا الحديث وفي هذا السند وأما ما بعد ذلك فإن الإمام المسلم رحمه الله تعالى سيختصر فإما أن يقول حدثنا قتيبة أو يقول قتيبة بن سعيد وعلى كل قتيبة بن سعيد هذا اختلف فيه فقيل قتيبة لقب واسمه علي وقيل اسمه يحيى وعلى كل فالمشهور به قتيبة الذي اشتهر به قتيبة ابن سعيد سواء كان اسما له أو لقب فهو مشهور بهذا الاسم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف والثقفي والثقفي هذا هو مولى ولذلك يقال إن جده جميلا إن جده جميلا كان مولى لألحجاج ابن يوسف الثقفي أن جده جميلا كان مولا لألحجاج ابن يوسف الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه وهذه من صيغ التحمل وهي القراءة على الشيخ والتي تسمى تسمى بالعرض وكان بإمكان الإمام مسلم رحمه الله تعالى بدلا من أن يقول فيما قرئ عليه أن يقول أخبرنا مالك أو أخبرني مالك لأن الإمام مسلم رحمه الله كما مر معنا يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا فعنده أخبرنا يقرأ على الشيخ وهو يسمع فإن كان هو الذي يقرأ عليه فيقول أخبرني وإن كان غيره يقرأ وهو يسمع فيقول أخبرنا أخبرنا فهنا يكون أخبرنا مالك بن أنس فيما قال فيما قرئ عليه والمعروف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقرأ عليه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقرأ عليه ولا يقرأ وإنما يقرأ عليه وهو يسمع وهو لا يقرأ وهذا معروف على إمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي سهيل أبو سهيل هذا اسمه نافع ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي وهو عم الإمام مالك عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه اللي هو مالك بن أبي عامر الأصبحي أنه سمع طلحة ابن عبيد الله وطلح ابن عبيد الله رضي الله عنه هذا هو من العشرة المبشرين بالجنة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ونجد هي ما بين الحجاز والعراق ويقال المكان المرتفع نجد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأسي ورد في كلمة ثائر ورد فيها لغتان الرفع والنصب فعلى الرفع تكون صفة لرجل جاء رجل ثائر فإن الصفة تتبع الموصوفة جاء رجل ثائر الرأسي فيكون ثائر صفة لرجل وهو مضاف والرأس مضاف إليه ووردت بالنصب جاء رجل ثائر الرأسي فيكون تكون منصوبة على الحال تكون منصوبة على الحال قال ثائر الرأس ومعنى ثائر الرأس يعني شعره منتفش وقائم شعره قائم ومنتفش وهذا يدل على أنه جاء من مكان بعيد وأنه جاء من سفر جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأسي أي قائم شعره منتفشه قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول نسمع دوي صوت دوي الصوت هو بعده في الهواء دوي الصوت بعده في الهواء بمعنى أن هذا الرجل كان يتكلم وهو بعيد فيسمعون صوتا ولا يفقهن ما يقول يسمعون صوته ولكن لا يفقه ما يقول هذا الرجل وهذا معنى قوله نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول لأنه كان يتكلم كان يتكلم من مكان بعيد فدوي الصوت وبعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حتى اقترب فعندما اقترب سمعوا صوته وفقه صوته وفقه ما يقول قال حتى دنى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا هو يسأل عن الإسلام هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خمس صلوات في اليوم والليلة فكأن هذا السائل كأن هذا الرجل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خصال الإسلام وعن شرائع الإسلام وعن شرائع الإسلام وعن شرائع الإسلام لأنه كان مسلما يعني تصلي خمس صلوات هذه الصلوات في اليوم والليلة في اليوم والليلة يلزمك أن تصلي خمس صلوات وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن يعني غير هذه الصلوات الخمس هل علي غيرهن فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا لا إلا أن تطوع لا إلا أن تطوع وهذه الكلمة تطوع أصلها تتطوع تتطوع مكون من تاءين وطاء خفيفة وواوعين تتطوع ثم أتغمت التاء الثانية في الطاء فصارت تطوع قال لا إلا أن تطوع وفي هذا دليل للجمهور على أن صلاة الوتري ليست واجبة أن صلاة الوتري ليست واجبة وكذلك صلاة العيدين وصلاة الكسوف ليست واجبة وهذا عند الجمهور وإن كان هناك من أهل العلم من قال بوجوب صلاة الوتري وصلاة الكسوف وصلاة العيدين ولكن الجمهور على أن الواجب فقط هي الصلوات الخمس أما ما عداه فهو تطوع ولذلك هنا اختلفوا في الاستثناء في هذا الاستثناء لا إلا أن تطوع هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أم استثناء منقطع فالجمهور على أن هذا الاستثناء استثناء منقطع بمعنى أن المستثناء منه ليس من جنس المستثناء أن المستثناء أن المستثناء ليس من جنس المستثناء منه فهو استثناء منقطع فالصلوات الخمسة واجبة وأما التطوع فليس بواجب ويكون المعنى إلا أن تطوع لكن معناه لكن يستحب لك أن تتطوع قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع أي لكن يستحب لك أن تطوع وجعله بعض أهل علم جعل بعض العلم الاستثناء متصل أي أن المستثنى منه المستثنى من جنس المستثنى منه قالوا أنه استثناء متصل واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه استدلوا الذين قالوا بأن الاستثناء هنا استثناء متصل وليس منقطع استدلوا به على أن من شرع في نافلة في صلاة نافلة أو صيام تطوع فإنه يجب عليه إتمامه فإنه يجب عليه إتمامه وأما مذهب الجمهور فإن المتطوع أمير نفسه فإن المتطوع أمير نفسه متى ما أراد أن يترك النافلة يتركها ومتى ما أراد أن يترك الصيام الذي بدأ في له أن يتركه وأن يقطعه وأما الحج فورد به نص الحج وإن كان غير الفريضة لكن ورد به نص ويجب إتمامه لقول الله تعالى وأتم الحج وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله فهذا فيه نص فمن شرع في الحج أو شرع في العمرة وإن كانت نافلة يلزمه الإتمام يلزمه الإتمام وأما من شرع في صلاة نافلة فله أن يقطعها ومن شرع في صوم نفل فكذلك لا يجب عليه إتمامه وهذا على مذهب الجمهور وهذا على مذهب الجمهور فقال قال وصيام شهر رمضان وصيام شهر رمضان يعني كذلك يجب عليك أن تصوم شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع ما قلناه في الصلاة يقال كذلك في الصوم إلا أن تطوع ثم قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة وهي الركن الثالث فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وكذلك هنا ليس في المال ليس في المال إلا نفق إلا في الزكاة إلا إلا في الزكاة وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل هل هناك أموال أو نفق واجبة غير الزكاة في المال أم لا سنتكلم عنه عند مناتي إلى موضعه إن شاء الله عز وجل الشاهد من هذا قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها يعني هل علي غير الزكاة قال لا إلا أن تطوع فدل على أن الذي يجب عليه هو زكاة المال إذا حال الحول وبلغ النصاب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول حينها وجبت عليه الزكاة قال إلا أن تطوع وما قلناه كذلك في إلا أن تطوع في الصلاة وفي الصيام يقال هناك ذلك في الزكاة قال فأدبر فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق هذا الفلاح هل هو راجع إلى قوله لا أنقص أم راجع إلى الجملة كلها على قولين هل هو راجع هل هو راجع الفلاح هل هو راجع إلى قوله لا أنقص خاصة أم أنه راجع إلى الجملة إلى المجموع إلى قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص الأظهر والأرجح والله أعلم أنه راجع إلى الجملة إلى المجموع أفلح أفلح راجع إلى قوله لا أزيد ولا أنقص بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه أتى بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ومن أتى بما هو عليه فقد أفلح من أتى بما عليه فهو مفلح وليف من هذا أنه لو أتى بشيء زائد من النوافل ومن التطوع أنه ليس بمفلح بل هو مفلح من باب أولى فإذا كان قد أفلح لأنه قد أتى بالفرائض وبالواجبات فقط فمن باب أولى أنه إذا أتى بالفرائض والمندوبات والمسونات والتطوع من باب أولى أنه يكون قد أفلح كذلك طيب هناك مسألة أخرى وهي كيف يقول هنا العرابي هذا الرجل يقول لا أزيد على هذا يقول لا أزيد على هذا والموجود في الحديث من شرائع الإسلام فقط الصلاة والصيام والزكاة ثلاثة أركان طيب أين بقي الشرائع الإسلام يعني هو يقول الآن يقول والله لا أزيد ويقسم بالله يقول والله لا أزيد طيب هذا الحديث الذي يقول في هذا الرجل والله لا أزيد لم تذكر فيه إلا ثلاثة أركان فقط وهي الصلاة والزكاة والصوم والزكاة الصلاة والصيام والزكاة فكيف يقول والله لا أزيد على هذا طيب أين بقيت الشرائع الجواب عن هذا أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث جاء في رواية البخاري وفي آخر الحديث زيادة توضح هذا المقصود توضحه ما هذه الزيادة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام وهذه عامة تشمل كل شرائع الإسلام فأخبره بشرائع الإسلام قال فأدبأ الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا مما فرض الله تعالى علي شيئا فعندنا جملتان في الحديثة هذا عند البخاري في آخر الحديثة الجملة الأولى وهي قوله شرائع الإسلام وهي تفيد العموم تدخل فيها كل الشرائع ثم الجملة الثانية قوله مما فرض الله علي فبهاتين الجملتين يزول الإشكال جملة شرائع الإسلام بمعنى أنه أخبره عن شرائع الإسلام كلها وجملة مما فرض الله تعالى علي فبهاتين الجملتين يزول الإشكال والحمد لله يبقى إشكال آخر كذلك في الحديث وهو ليس في هذا الحديث المنهيات الشرعية ولا السنة المندوبات المنهيات الشرعية تدخل في الشرائع ما نهى عنه شرع لكن السنة والمندوبات غير موجودة في الحديث وهو يقول والله لا أزيد يقول والله لا أزيد فالجواب هنا عن هذا يحتمل أن هذا الحديث كان قبل أن تشرع النوافل قبل أن تشرع النوافل ويحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته يحتمل أنه أراد بقول لا أزيد يعني لا أزيد في الفرض بتغيير صفته ما معنى هذا بمعنى أنه لا أزيد صفته يعني لا يصلي الرباعية خمسا ولا يصلي الثلاثية أربعا لا يزيد وكذلك الصوم الصوم مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يزيد بعد الغروب إلى مثلا إلى العشاء فلا يزيد ساعة أو ساعتين وإنما يعني سيقف عند الحد وعندما أمر الله به من صلاة أو صيام وإن كان هذا التأويل وهذا الاحتمال فيه فيه بعد وفيه ضعف والاحتمال الآخر أنه لا يصلي النافلة أنه لا يصلي النافلة وكون الإنسان يأتي بالفرائض على أكملها فإنه قد أفلح من أتى بالفرائض من أتى بالفرائض كلها فهذا مفرح بلا شك ولكن يعني إذا أتى مع الفرائض بالنوافل وبالسنن وبالتطوع فلا شك أن هذا أفضل لأنه قد يحصل نقص في هذه الفرائض ولذلك يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع عندما يوجد نقص في هذه الفرائض عندما يوجد نقص في هذه الفرائض فيقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فهذه النوافل هذه السنن والنوافل والرواتب هذه هذه تكمل النقص وفي أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى بل ورد أن بل لم يصلي صلاة الوتر كما ورد علم محمد أنه قال هذا رجل سوء الذي لا يحافظ على صلاة الوتر ولا يصلي صلاة الوتر قال هذا رجل سوء فالذي لا يصلي النوافل يفيت ويفوته خير كثير ويفوته فضل كبير فيكون هنا قوله يعني لم يذكر النوافل إما أنها لم تشرع بعد أو أنه لا يريد أن يصليها خاصة وأن هذا الرجل الذي جاء كان قريب عهد بإسلام كان قريب عهد بإسلام أسلم وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن شرائع الإسلام فعجابه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع العظام أركان الإسلام التي لا بد منها وترك النوافل فيما بعد سيتعلمها إن شاء الله وسيؤديها والله أعلم طيب في هذا الحديث كذلك يلاحظ أنه لم يذكر الحج يعني ذكر ذكرة الصلاة الخمسة الصلوات وذكر صيام شهر رمضان وذكرت الزكاة لكن لم يذكر الحج لم يذكر الحج وكذلك مرة معنا في حديث أبي هريرة حديث جبريل المشهور رواية أبي هريرة لم يذكر فيها كذلك الحج وفي بعض الروايات لم يذكر فيها الصوم وفي بعض الروايات لم يذكر فيها الزكاة وفي بعض الروايات ذكر فيها صلاة الأرحم صلاة الرحم وبعضها ذكر فيها أداء الخمس مع أنه حديث واحد ومع ذلك اختلفت الروايات في هذا الحديث اختلفت الروايات في هذا الحديث وقد أجاب العلماء رحمه الله رحمه الله تعالى عن هذا الأمر فقالوا ليس هذا الاختلاف باختلاف صادر عن رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم هذا الاختلاف هذا الاختلاف ليس صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم وإنما حصل بسبب تفاوت الرواه في الحفظ والضبط حصل هذا الاختلاف بسبب تفاوت الرواه في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأدى وليس معنا هذا أنه أتى بالحديث كاملا ولا يلزم ولا يلزم من هذا أن هناك أن هناك أشاء لهم ذكر أن هذه الأشاء كلها ذكر لا وإنما يفهم منه أن هناك أشاء ما حفظها فلم يؤدها فهو أدى الذي حفظه وكذلك الآخرون أدوا الذي حفظوه حفظوه وهكذا فإذن هذا الاختلاف في هذه الروايات ليس صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم وإنما هو صادر عن تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأدى ولم يتعرض لما زاده غيره بنف ولا إثبات وسيأتي يعني بعد لعله في اللقاء القادم أو في اللقاء الذي بعده سيأتي عندنا حديث حديث وهو حديث النعمان بن جوجل هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله يرويه جابر بن عبد الله يعني راب واحد وليس أكثر من راب راب واحد رويه جابر بن عبد الله ومع ذلك اختلفوا في روايته بين زيادة ونقصان وإثبات وحذف بين إثبات وحذف وزيادة ونقصان وعلى كل هذه الروايات هي في الصحيحين في الصحيح ويعتبر هذا من زيادة الثقة المقبولة كما صرح بذلك أهل العلم والله تعالى أعلم قال فأدبى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق يعني هنا إن وفى إن وفى صدق هنا بمعنى وفى قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى فصدق هنا بمعنى وفى أفلح إن صدق يعني إن هنا شرطية وصدق فعلها وجوابه محذف دل عليه ما قبله دل عليه ما قبله يعني أفلح وإن صدق يعني إن صدق فقد أفلح ثم قال كذلك في الحديث الرواية الثانية قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى قال حدثني يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد جميعا عن إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل أبو سهيل هذا هو عم الإمام مالك هو عم الإمام مالك واسمه نافع بن مالك ابن أبي عامل أصبحي عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وهنا هذه الرواية تلتقي مع الرواية الأولى في أبي سهيل فالرواية الأولى مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل والرواية الثانية هذه الرواية الثانية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك وهنا نحو حديث مالك يعني إذا قال مثله فمعنى هذا أن الرواية الثانية الرواية الأولى أن الرواية الثانية الرواية الأولى وليس فيها اختلاف بلفظها وأما إذا قال بنحوها فمعنى هذا أنها ليست كلفظها باللفظ مثله وإنما قد يكون بالمعنى وقد تختلف الألفاظ وقد يزيد وقد ينقص غير أنه قال بنحو حديث مالك غير أنه قال يعني هذه زيادة فقال رسول الله سلم أفلح وأبيه إن صدق أو قال دخل الجنة وأبيه إن صدق وأفلح أو دخل الجنة كلها بمعنى واحد فإن من أفلح دخل الجنة المفلح يدخل الجنة فقال أفلح وأبيه إن صدق أو قال دخل الجنة وأبيه إن صدق وهنا عندنا مسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه والواو هنا هي واو القسم الواو هي واو القسم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أقسم بقوله وأبيه وهذا يخالف أن نهي عن الحلف بغير الله قوله وأبيه هذا حلف بالمخلوق وهو ينافي أن نهي عن الحلف بغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله قال صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله وقال صلى الله عليه وسلم من حالف بغير الله فقد أشرك يعني أشرك الشرك الأصغر من حالف بغير الله فقد أشرك وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إذن هنا كيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني يحلف بغير الله ويقول وأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله في هذه الأحاديث الصحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فإن الحلف هو تعظيم للمحلوف به الحلف تعظيم للذي يحرف به تعظيم فكيف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم غير الله وكيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق وقد نهى عن الحلف بغير الله في الحاجث التي ذكرتها لكم الجواب عن هذا ذكر العلماء عدة أجوبة لكن من أهمها أن قوله أفلح وأبيه أن هذا كان قبل أن نهي عن الحلف بغير الله أن قوله أفلح وأبيه إن صدق أن هذا كان قبل الحلف قبل النهي عن الحلف بغير الله هذا الجواب الأول الجواب الثاني أن هذه الكلمة وأبيه هذه جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف يعني جرت على الألسنة على ألسنتهم جرت على ألسنتهم وعادة وصارت عادة عندهم عند العرب أنهم يقولون هذه الكلمة يقولون وأبيه ولا يقصدون بها الحلف لا يقصدون بهذه الكلمة الحلف ولا يقصدون بها تعظيم هذا المخلوق الذي ذكر وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لأن حقيقة الحلف فيه تعظيم للمحلوف به فيه تعظيم للمحلوف به ولا يمكن أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم مخلوقا كتعظيمه لله سبحانه وتعالى إذن عندنا جوابان الجواب الأول أنه جرت هذه الكلمة على ألسنت العرب وهم لا يقصدون بها الحلف ولا يقصدون بها تعظيم من المحلوف به وإنما هي كلمة تكون على ألسنتهم لا يراد بها الحلف والجواب الثاني أن هذا حصل من نبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم في هذا الحديث دل على أن صلاة الليل ليست واجبة نحن قلنا صلاة الوثر كذلك صلاة الليل ليست واجبة فإن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهذا بالإجماع بالإجماع أن صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فعلى خلاف بين أهل العلم هل ما زال واجبا عليه أم أنه قد نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم والأصح أنه قد نسخ كذلك مما يأخذ منها في هذا الحديث أنه لا يجب صوم عاشورا أن الصيام عاشورا ليس واجبا ليس واجبا وإنما هو من التطوع من السنن لقوله إلا أن تطوع وهذا كذلك مجمعا عليه أنه لا يجب على الإنسان صيام عاشورا ولا غير عاشورا غير رمضان لكن اختلف العلم هل كان صوم يوم عاشورا واجبا قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر على الندب اختلف العلماء على قولين أظهر أظهرهما أنه لم يكن واجبا والقول الثاني أنه كان واجبا كذلك يأخذ من هذا الحديث أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا وهذا سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله إذا جينا إذا وصلنا إلى موضعه إن شاء الله عز وجل ننتقل للحديث الآخر أو الباب الآخر قال الإمام النوي رحمه الله تعالى باب السؤال عن أركان الإسلام طبعا هذا التبويب كما سبق أن تكلمنا أو ذكرنا سابقا أن هذا التبويب هو من صنيع الإمام النوي وليس من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى فالإمام مسلم رحمه الله ترجم ترجمة الكبرى وهي قول كتاب الإيمان كتاب الإيمان هذه الترجمة الكبرى هذه ذكرها الإمام مسلم أما بقيه التراجم في صحيح مسلم فهي ليست من صنعه وإنما من صنع الشراح وإنما من صنع الشراح الذين شرحوا صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النظر قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال صدق قال ثم ولا قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّا الْجَنَّةِ لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّا الْجَنَّةِ وفي الرواية التي بعدها قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله وساق الحديث بمثله هذا الحديث ترجم له الإمام النو بقوله باب السؤال عن أركان الإسلام وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام ثم ساق بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله مرفوع كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله حكم الرفع قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كيف يقول أنس رضي الله عنه نهينا والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله عز وجل يقول يسألونك عن أهلة يسألونك عن الخمر والميسر إلى غير ذلك من الأسئة الواردة في القرآن فكيف هنا يقول نهينا أن نسأل نهين أن نسأل يعني سؤال ما لا ضرورة إليه سؤال ما لا ضرورة إليه وقد ورد في حديث سابق سلوني يعني اسألوني عما تحتاجون إليه سلوني يعني اسألوني عما تحتاجون إليه ولذلك في رواية الثانية قال أنس كنا نهينا في القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون الأسئلة ويسألوا عن الأشياء لا فائدة من ورائها ولو أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون فيها يعني ما يسوء هذا السائل ولذلك قال لا تسألوا عن أشياء قد يكون من ورائها ما يسوء هذا السائل قد يكون في الجواب ما يسوء هذا السائل أما الأسئلة التي يحتاجها الإنسان في دينه والأسئلة التي لا الأسئلة التي يعني يلزمه أن يسأل عنها ويحتاجها وهي ضرورة في يرى أنها ضرورة فله أن يسأل ولذلك ورد في الحديث سألوني يعني اسألوا اسألوا ما تحتاجون إليه سألوني يعني اسألوا عما تحتاجون إليه أما هنا قول نهينا أن نسأل نهينا أن نسأل معناه أن نسأل سؤال ما لا ضرورة إليه نهينا أن نسأل سؤال ما لا ضرورة إليه فالذي ياتي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي فلو أخبره بأبيه وطلع أبي غير أبيه الذي هو ينسب إليه أساءه ذلك أساءه ذلك والذي ياتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أين ناقتي يعني ما الفائدة من هذا السؤال فالمقصود هنا نفينا أن نسأل يعني سؤال ما لا ضرورة إليه وأما حديث سلوني فاسألوا عما تحتاجون إليه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع طيب هنا إشكال كذلك كيف أنس بالمالك رضي الله عنه يقول كان يعجبنا وأنه يفرح بالرجل الذي ياتي من البادية الرجل الذي ياتي من البادية يفرح به من أجل أن يخالف النهي يعني يقول هنا يعني كيف تفرح أن يأتي هذا الرجل الذي ياتي من البادية فيخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرح يظهر والله أعلم هنا أنه تقديم المصلحة يرى تقديم المصلحة على ارتكاب هذا النهي أنس بالمالك رضي الله عنه يرى أن في سؤال هذا الرجل الذي يفرحون بمجيئه هذا الرجل العاقل الذي يفرحون بمجيئه ويسأل أسئل التي يستفيدون منها هذا فيه مصلحة وراء يرى أنها تقدم على وقوعه في النهي قال فكان يعجبنا أن يجيئ الرجل من أهل البادية البادية هم العراب أهل البادية هم العراب وغالباً العراب يغلب فيهم الجهل والجفاء ولذا جاء في الحديث من بدى جفاء من بدى جفاء يعني من سكن البادية فإنه يجفو جفاء والبادية هي ما عدا الحاضر هو العمران البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء وهم الذين لا يسكنون الحاضرة والعمران ثم قال العاقل لماذا العاقل العاقل لأنه يحسن السؤال ويحسن المراجعة ويحسن أدب السؤال فهم يعجبهم الرجل الذي يأتي من البادية وهو عاقل حتى يسأل سؤال يستفيد منه الجميع وحتى يحسن في طريقة سؤاله النبي صلى الله عليه وآله وسلام قال فيسأله ونحن نسمع قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد فقال يا محمد طيب هنا قال يا محمد وفيه نهي عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه قال الله عز وجل لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ففيه نهي أن ينادي الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ويقول يا محمد وإنما يقول يا نبي الله يا رسول الله فهذا العرابي الذي جاء من البادية قال يا محمد أجاب العلماء عن هذا فقال هذا لعله قبل أن نهي عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه هذا قبل أن نهي عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه وقبل نزول قول الله تعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فإنه ورد في تفسير هذه الآية أي لا تقول يا محمد بل قول يا رسول الله يا نبي الله ويحتمل أن هذا الرجل جاء بعد نزول هذه الآية ولكن لم يبلغه النهي لم تبلغه الآية فلذلك اعتبره معذور لأنه لم يعرف أن هناك نهي عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه فقال يا محمد أتانا رسولك يعني جاءهم رسول من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إسلام يدعوهم إلى إسلام قال فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فزعم أي هذا الرسول لنا أنك تزعم أن الله أرسلك هل معنى زعم هنا وتزعم هي الكذب تدل على الكذب لا لا فإن قوله زعم زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال صدق فقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه أن كلمة زعم ليست مخصوصا بالكذب أو بالقول المشكوك فيه بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه ولذلك هنا صدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة كلمة زعم قال زعم جبريل زعم جبريل هل تدل على الشك أو الكذب لا وإنما تدل على على الصدق وكذلك الإمام سيبويه وهو إمام في العربية في اللغة العربية يكثر في كتابه من قوله زعم الخليل وزعم أبو الخطاب يريد بذلك القول المحقق لا القول المشكوك فيه قال تزعم أن الله أرسلك قال صدق فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الأعراب قال قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن خلق قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله يعني هنا الآن هذا العرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المخلوقات من خلق السماء من خلق الأرض من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فهنا استدل هذا الأعرابي على بعد أن عرف أن الذي خلق السماء والأرض والجبال وما فيها وجعل فيها ما يجعل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله هو الذي خلق هذه المخلوقات إذن هنا عرف أن الله سبحانه وتعالى ها هو الذي خلق هذه المخلوقات ثم بعد ذلك قال فبالذي فبالذي خلق السماء وخلق الأرض يعني هو قال الله أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي خلق الأرض وخلق السماء الله سبحانه وتعالى فقال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك يعني يقسم عليه بالذي خلق السماء والأرض والجبال ونصب الجبال هل الله هو الذي أرسلك فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأجابه نعم إذن أولا هذا العرابي رجل عاقل فأولا تثبت أن الخالق هو الله أن الخالق الذي خلق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى ثم تثبت كذلك أن الذي أرسله يعني أرسل الرسول هو الله آه الله أرسلك قال نعم إذن بعد ذلك بعد أن تثبت أنه رسول وثبت عنده أنه صادق في رسالته قال بعد ذلك فبالذي أرسلك فبالذي أرسلك آه الله قال زعم قال وزعم رسولك أن علينا قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق خمس صلوات في اليوم والليلة قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم دعي نعم أمرنا الله عز وجل بإقامة صلوات بإقامة خمس صلوات في اليوم والليلة قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم الله أمرني بأداء الزكاة قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا يعني الصيام شهر رمضان في السنة مرة واحدة شهر رمضان قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم بأي نعم أمرني الله عز وجل قال وزعم رسولك طيب نكتفي نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين